في جلستين متتاليتين لمجلس الوزراء تعطل عمل المجلس تحت ذريعة إيجاد آلية لكيفية تطبيق مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية ويخشى أن تكون هذه الذريعة وسيلة للتعطيل الدائم لحد هلاني ما حدا فعلا طرح إليه كلهم طرحوا تخوفوا ما في إلا ناس طرحت أنه لا وهيدي لا وهيدي بتخوف وهيدي ما بدنا وهيدي طرحوا شي جديد طرحوا شي جديد من شين المرسيم من شين القوانين من شين كل شي أنا أكد لك وقت اللي بيكون فيه قرار سياسي بتمشي الأمور يقول الوزير دوفريجن المطلوبة من مجلس الوزراء الاتفاق على صيغة لا تحمل في طياتها قدرة على التعطيل في مسألتين إصدار المرسيم والقوانين إذا مجلس النواب بدو يشق الريع صور بكرة شرع قانون انتخابات وما عجب حدا قانون انتخابات من هل المسالين بالحكومة ما مضيو القانون بيقف؟ بيكون القانون مرأ بمجلس النواب بالإجماع أما بالأكترية وتصوت عليه وصار قانون أوكي بدو يطلع على بدو ينمضى القانون من فخامة الرئيس في الاربع وعشرين وزير بدون يمضوا إذا واحد ما عجبه أنه مقعده رح يضير يوقف قانون انتخابات في مجلس الوزراء لا تزال القرارات تتخذ بالتوافق أو بالتصويت ولكن المشكلة التي برزت هي في عملية الإصدار هون مين رئيس الدولي صار؟ صار مجلس الوزراء عملية الإصدار بما أنه هي من صلاحية رئيس الدولي صارت من صلاحية مجلس الوزراء وما فيني يقول بس مجلس الوزراء منتقسا أو بعدد أقل من عدده بدو يكون كل مجلس الوزراء عاب يعمل عملية الإصدار غير هيك منفوت بغير متها إذا نحن بلعبة الأكترية والأقلية والتصويت تنفترض فتنة بأرار أخدته أكترية وما صوت عليه رئيس الحكومي هل سيصدر هذا القرار أو هذا المرسوم بدون توقيع كمان رئيس الحكومي بصف عندي عملية إصدار بلا توقيع رئيس الدولة وبلا توقيع رئيس الحكومي فإذا منكون فتنة بمسار كتير منافع للدستور في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء بعد الشغور كان الجو سيئا ويخشى وزراء أن تمتد حالة السوء هذه حتى يحين موعد التوافق على رئيس للجمهورية